وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله السلام عليكم جميعا إن شاء الله تكونوا بخير وصحة اليوم إن شاء الله رح نعمل لكم حلوة من اختيار طبعا من الشركاتي أو خلينا نقول زبوناتي أكتر حاجة يعني كان عليها طلب إن شاء الله تنال إعجابكم فقط نشوفوا مع بعض المقادير أول حاجة عندي 125 قرام من الزبدة طارية بدرجة حرارة الغرفة ضروري عندي حبابيض عندي هنا السكر عندي تلت الكأس فقط يعني أقل من النصف عندي هنا ملعقة ونصف من النشاء أو المايزينة عندي ملعقة ونصف أو ملعقة كبيرة من الكودرة الكاكاو عندي فارينا أو الطحين وهنا نحتاج خميرة الحلويات هنا أعطيتكم كمية صغيرة ولكن راح تقطع 24 إن شاء الله تقطع لكم 24 حبة ورح نعملها بشكلين مختلفين أول حاجة راح نحط الزبدة الزبدة هنا كما قدتكم دايما عجينة صابلي الزبدة تكون طارية نحطوا السكر هنا اللي حبت شوية حلاوة تزيد شوية فقط ما تزيش بزير هنا عندي حبابيض نحطهم مع بعض ونبدأ ونخلطهم بالإيد هنا بالنسبة لعجينة الصابلي ننصحكم أنه العجينة تخلطوها بالإيد أحسن حاجة باش تحسوا تتحكموا فيها وتخرجوا لكم يعني شابة وكانت تحركوها بالملعقة فقط ولا بالفوي ولا أي حاجة يعني مرحش تحسوا بها كما تخلطوها بيدكم هنا بالنسبة للي تحب تعمل 250 قرام زبدة تحط حبابيض وضعف يعني المقادير ولكن البيض ما تحط زوج حبابيض تحط حبابيض وصفار حبابيض هنا كما لاحظتم راح نحط البودرة الكاكاو والناشا أو لمايزينا ونخلط كل شي مع بعض كما راكم تلاحظوا لازم نمزش كل شي مع بعض راح نضيف ملعقة كما راكم تلاحظوا هذي ملعقة صغيرة بزيف راح نضيف ملعقة صغيرة من الخميرة الحلويات ونحط فوقها ونبدأ نخلط كما راكم تلاحظوا نروحو غير بشوية نبدأ ونضيف الفارينة أو الطحين غير بشوية يعني اللي حب تستعمل الملعقة الصغيرة يعني العادية راح تحط يعني أقل من نصف شوية من الخميرة الكيميائية أو خميرة الحلويات هنا نضيف الطحين وللفارينة غير بشوية ضروري أنه نختم بالإيد باش نتحكم في العجينة ونشوف طراوتها هنا اللمها ما نقدرش نعطيكم للفارينة شحلو لك اللمها نجمعها شوفوك تجي عندي طرية لازم من اللمها وتجيني طرية ما تجيني شيابسة أنا بالنسبة للكاكاو استعملت هذا اللي في البلاد يعني اللي في راهم في الجزائر يستعملوا تعلميزين أحسن من تعال العلب رح نحط في يعني طاولة العمل ممكن اللي تحب تحط ورقة الطحين وتستخدم ورقة الطحين ولا قطعة من البلاستيك وتحط فوقها وتستغنى على الطحين ولكن كما قلت لكم العجينة لازم تكون يعني الصابلة باش ينجح عندكم كل أنواع عجينة الصابلة باش تنجح عندكم وتكون ناجحة مئة بالمئة أول حاجة ضروري ضروري أنكم العجينة الطحين متكتروش يعني تخلوها طري كما لكم تلاحظوا أنا حليت العجينة تاعي يعني حليتها رقيقة شوية ورح نستعمل هذه القطاعات يعني أنتم الأشكال عملهم اختياري ولكن أنا طلبت مني هذا هذا كنت حطيته مقبل في الصفحة تاعي يعني هذا يطلبه مني بزيف يعني يجي لديد يجي رائع ما شاء الله فلبيت يعني طلبت تعال أخوات المشتركات وعملت لهم كما نعمل هذه الزبونات يعني بشكلين مختلفين دائرة ومثلت أنتم ما الشكل اللي يعجبكم واللي ريحكم واللي عندكم أعمله بعد ما قطعتها شوفوا عندي يعني السمك التاحة يعني ما هيش غليظة وما هيش رقيقاء يعني الوسط لأنه راح فيها خاميرة كيميائية وراح نحط حبة فوق حبة فضروري أنكم ما تغلدوهاش بزيف راح نحطها في ورقة طهي نقطعها كامل ونحطها في ورقة طهي كما راكم تلاحظوا عندي وندخلها درجة حرارة من 2 و 80 درجة نشأل عليها من تحت فقط أبدا منشأل عليها من فوق مدة عندي 10 دقائق بالضبط ونقلحها من الفرن يعني من خليها تستوي يعني طيب من فوق بالنسبة للحشو في الوسط نستخدم كريمة عندي هنا أربع ملاعق من الزبدة طارية بدرجة حرارة الغرفة عندي معاهم ملعقتين ونصف من السكر الراطب الناعم هنا عندي المكسرات مثل ما تحبو ولكن أنا نميل لدوق القرق أو الجوز هنا عندي حلاوة طحينية أو هذا حلوة الشام أنا نستخدم هذه كما راكم تلاحظ ورح نحط الزبدة الزبدة لازم قلتكم تكون ضرورية تكون بدرجة حرارة الغرفة ونحط كمية السكر ونخفقوهم حتى يقول عندي كريمة يعني كما نعمل الكريمة الزبدة الأمريكية كما راكم تلاحظ بعدما طلعت عندي وخفافة وتغير اللون الأبيض راح نضيف لها ملعقة ونصف من الحلاوة الطحينية أو حلوة الترك أو الحلوة الشام كل واحد كيف يقول لها ونزيد كمية من المكسرة هنا المكسرة اختيار كما قلت لكم تحب تحط هنا ملعقة ونصف تحب بنينة ولو كانت تستعمل الجوز أو كما نقول هنال القرق أو لا هذك راح يعطيكم نكهة غير يعني خصوصا في هذه الحلوة بالذات يعطيكم دوقة رائعة التي لا لديها عادية تحمص السوداني أو الكوكو أو اللوز أو أي حاجة وتضعها كما راكم تلاحظ بعدما خفقت وشوف الكريمة عندي طرية بالزيف وره ناعمة يعني دوق الزبدة مش رح نحس به هنال تحب تحط دوق كراميل أو دوق شوكولات أو ديد لها شوكولات عادي هذه هي الحلوة التعيب بعدما شلتها من اقلعتها من الفرن وخليتها تبرد تماما كما راكم تلاحظوا عندي راح نحط لها الحشو اللي هو الكريمة تبرد هنا ملاحظة فقط لكل الحلويات خصوصا بالنسبة للمخبز واللي سابلي اول ما نخرج من الفرن من المس ون يبرد لان هم ممكن يتكسر عندي كما راكم تلاحظوا الكريمة حطيتها في كيس وعملت له تقب صغير باش نخدم يعني تكون عندي الخدمة نقية يعني نظيفة لانه لو استعملت الملعقة راح كل شي تتسخ عندي كما راكم تلاحظوا نحط كمية اللي تحبوها ونحط قطعة يعني فوق خطها يعني نحاول نسجمها بالملعقة ونحط القطعة فوق خطها يعني حبة فوق حبة كما راكم تلاحظوا نمسح هذو الجوانب اللي راح يقع فيها الكريمة غير شوية ونحط ها بجيه يعني راح نكمل كامل الكمية ونشوف الشوكولة النوع الشوكولة اللي استعملتها ورح نشوف ان شاء الله كيف شح ندوب الشوكولة لانه كتير اسئلة بزيك اسئلة على الشوكولة طريقة تدويبها والماركة اللي استعملها كما راكم تلاحظوا شوف الشوكولة حطيتها يعني حطيت علبة كاملة هنا من الشوكولة دوبتها في الميكرو أو الميكرو واند ولا تنجم تحط حمام مائي عادي أنا الشوكولة اللي استعملتها هذي تركية هذي شوكولة بالحليب ممكن تدير شوكولة الغامقة وممكن تعمل هذا الماركة ثاني للزوج ما شاء الله اللي تحب شوكولة فاخرة يعني ممكن عادي هنا الشوكولة هذي اللي تحط فيها شوكولة لازم لها تكون ناش فمتكون فيها قطرة ماء لو كان غير قطرة ماء رح تفسد عندكم الشوكولة فأنا العلبة كاملة استعملت فيها ملعقة فقط من الزيت وحطيتها في الميكرو يعني حتى الدوب نحركها ولا نحطها في الحمام مائي يعني كل واحد والشي اللي عنده ونبدأ بالحبة شوفوا أنا طريقتي هذي هي باش ما نمليش كل شي بالشوكولة نحطها هناك كما راكم تلاحظوا ونبدأ نغطس الشوكولة بالحبة يعني كل الحلوى الحلوى تاعي راح نعمل لها إن شاء الله الشوكولة ونبدأ نشوفوا طريقة التزيين التاحة هناك ما غط لكم الشوكولة تقدروا تعملوا الشوكولة الفاخرة ولكن هذي أيضا تجيكم شابة هذي الشوكولة التركية مرهيش غالية اللي في الجزائر يعني كان أنواع يعني ممكن في جيكا وبالحليب ممكن يعني هما يعرفوا الأنواع ولكن هنا هذي يعني دخلت عن جديد يعني عندها يا ربي نصف عام ممكن تقريبا سنة يعني ما شاء الله عملية بزيف ويتخرج لكم الحلوى شابة ممكن تستعملوا الغامقة أيضا يعني شوكولة سوداء سنكمل كامل كمية ونرجع لكم كما راكم تلاحظوا أنا كملت كامل كمية تاعي لشكل متلت مباشرة قبل ما تجمد الشوكولة حطيت لها حبة الجوز كما راكم ترافو الجوز أو القرقيع قبل ما تنشف لكي تلتسق عندي وبالنسبة للدائرة أنا حطيت في كيس كما راكم تلاحظوا شوية من الشوكولة العادية نفس اللون تحبوا تديروا الشوكولة البيضاء أنا اللي راها عندي في الصفحة الفيسبوك اللي شافوها لبنت وقالوا للي هادرت ها بالشوكولة البيضاء يعني اختياري ونعمل خطوط كما راكم تلاحظوا تلقائية يعني نضغط على الكيس ونعمل خطوط تلقائية ونخليها تنشف ونشوفوها إن شاء الله في طبقة تقديم وهذه هي الحلوة تعنا تعليم شوفوا الشوكولة جاية اللامعة بزاف طعمها رائع في البداية نوصل لكم فقط في البداية طعمها يكون مقرمش يعني مش يابسة لا مقرمش طعمها مقرمش وجينا بنينا بزاف خصوصا ذيك الحش وانتاع حلوة الطرق أو حلوة الشام مع المكسرات وكريمة تزدر حجينا من أرواع ما يكون كما راكم تشوفوا يعني لدي درش رأنت من تجربوها في البداية كما قد تكون عندي شوية مقرمش من بعد تبدأ تطرى هذه ممكن تبقائكم حتى شهر أنا ما أفضلش الحلوية تبقى أكثر من 20 يوم صراحة ولكن أكثر من شهر تبقى خارج التلاجة وخارج يعني بلما تحطوها في المجمد يعني بلما تحطوها في المجمد يعني برا تحطوها عادي في علب وتخبوها راح تزيد طراوتها يعني مع الوقت راح تزيد طراوتها وتجينا لديدة جدا وكما راكم تلاحظون نقسم في الحبات قدامكم راح تجينا رائعة وبهذه الكمية كما قلت تجيكم 24 حبة بالضبط يعني إذا حبيتوا تحطوه 250 قرام زبدة راح تعطيكم تقريبا 48 حبة أو 50 حبة هذه هي إن شاء الله تنال إعجابكم إن شاء الله تجربوها تعجبكم كتبو لي في التعليقات إلا ممكن نسيت أي ملاحظة كتبو لي في التعليقات عادي وأنا راح نجاوبكم لأنه مرات الوحد إنسى ملاحظة تكون غافلة عليهم ونقول لكم مع السلامة